السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي الطلبة إن شاء الله راح نتناول بهذا الدرس حياة الشاعر طبعا هاي مجموعة من النقاط المهمة إن نقدر نجيبها بالامتحان على شكل سؤال وجواب أو صح وخطأ أو فراغ ويكون بعض الأحيان تصحيح الخطأ لبعض الأرقام أو بعض الأماكن حسب النقطة لعدنا الفرد لورد تونيسن is أو نقدر نقول was إذا على الوقت الحاضر أقدر أقيمه أو نقدر نقول was 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 one of the most famous and well loved Victorian poets كان واحدة من أكثر الشعراء محبوبين وشهر من الشعراء الفكتوريين نعم عدنا النقطة الثانية الفرد لورد تونيسن was born ولده ولده بيا تاريخ on 6th august في السادس من شهر أب 1809 في عام 1809 الفرد لورد تونيسن was born and ولده في لينكنشير في مدينة لينكنشير انجلند في انجلتر نمبر 4 نقدر مثلا يغير لك المدينة يطيك مدينة غلط لازم أنت صححها حسب الطريقة تيجيك بالامتحان المهم تحفظ هذا التعبير جدا المهم يحلك جميع المشاكل الفرد لورد تونيسن was the fourth هو رابع of twelve children كان رابع من 12 طفل في البيت الفرد لورد تونيسن شاود أظهر on early talent موهبة مبكرة for writing للكتابة هذا عندنا الفراغ المهم هو شنو أظهر ماذا أظهر نعم الفرد لورد تونيسن شاود on early talent for writing at the age هنا عندنا المهم at the age of twelve في سن الثانية عشر هو أظهر هاي الموهبة number seven الفرد لورد تونيسن روت كتب a six thousand line ستة الاف بيت شعري epic poem لقصيدة ملحمية number eight الفرد لورد تونيسن educated تعلم at trinity college في كلية trinity في مدينة كامبرج number nine الفرد's famous poems include قصائد المشوورة ضمنت المماريوم وعدنا قصيدة the lady of charlotte on the church of the light brigade ذهن ثلاثة القصائد وهما تيجي على شكل فراغات عدنا number six الفرد لورد تونيسن died الوفاء أو مكان الدفن نقدر تيجي من الفراغ واحد أو فراغ in 1892 and buried يعني دفنة in poet's corner مكان مخصص زاوية مخصصة الاشتعار when in westminster I'll be في دير في westminster هذا ملخص على شكل نقاط لحياة الشاعر الفرد لورد تونيسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر